توقفت اللابتوب وماتت بشكل كامل عند هذه المرحلة من محاولة تنصيب الويندوز طبعا كان عليها هارد اعتيادي الهارد الاعتيادي كان يعطي شاشة زرقة اثناء التحميل وبعدها قام احد الاشخاص طبعا ايضا هذه اللابتوب جاي بمركز صيانة اخر قام باستبدال الهارد وحط ssd محلة ومثل ما شوفون عند محاولة تنصيب الويندوز تعطيها الشاشة زرقة وتتجمد بشكل كامل تعطيها الشاشة زرقة المتوقع انه المشكلة يا برامات يا بمعالج الرسومات على الاغلب فالاشتباه الاكبر كان بمعالج الرسومات او جي بيو ليش لانه كان كويش كار رح شوفكم يا هسه خلينا نطفي الجهاز طفينا الجهاز نزعنا للفلاش خليشوفكم فتش شغلة طبعا قول ما نفتح الجهاز خليشوفكم موديلة الجهاز طبعا من كاسبر الموديل مالتا جي سبعمية مثل ما شوفون جي تي تسعمية واربعين كوراي سيفن ستراف وخمسمية يو معالج معالج من كوراي سيفن من الجيل السادس وكار شاشة جي تي تسعمية واربعين هو هاللي تالف ليش تالف رح نفتح الغطاء بعد ما فققنا البراغي هذا البراغي هاي المكان كان بيها كسر هذا المكان كان بيه كسر طبعا الشخص قد نبهني على هذه النقطة قال كان بيه كسر وارجعت ثاني لحمته وشدهت البراغي يعني البراغي كان مفتوح بالتالي صار سخونة عالية على المعالج الرسومات ومعالج الرسومات تالف وراح نلثبت هذا الشيء ان شاء الله سوية رح نلغي كارت الشاشة لهذا اللابتوب ولكن كيف رح نلغي كارت الشاشة لا الى مخطط ولا الى data sheet ولا الى board view ولا الى كل شيء ماكو اي معلومة عنا بالنت هذا الجهاز ولكن منطقيا لو اجينا شفنا معالج الرسومات هذا هذا معالج الرسومات مثل ما شوفون منطقيا الدائرة ما المعالج الرسومات تجيب الفولتية طبعا فولتية تجعل هذا الملف وبعدها تعبر على هذا الشيك بوينت وتدخل على الجي بيو مثل ما شوفون خط الفولت قدكم اعتقد واضح حاليا خط الفولت داخل على الجي بيو عن طريق هذا المسار السلام عليكم والسلام يا اخوان ارجونا معذرة مثل ما كنا نحكي قبل ما يجي الزبون وكنا نوضح هذا الملف هو ملف التغذية الخاص بالجي بيو ملف التغذية معبر الفولت على هذا المسار وجاي على هذا الشيك بوينت وبعدين طاب على الجي بيو مثل ما واضحتكم يعني هذا خط هذا المسار مع الفولت داخل على الجي بيو عن طريق هذا الملف هذا الملف التغذية مع الجي بيو نحن كيف رح نلغي معالج الرسومات رح نفصل هذه الشيك بوينت سوية ونشوف شنو النتيجة اللي رح نحصلها فخليكم تابعين شاب اول شي خلي نقوم بي نرفع البطارية وثاني شي خلي نقوم بي هو فتح نظام التبريد او مجموعة التبريد بهذا الشكل حتى تضحوا الصورة امامكم بشكل افضل بعد ما انتزعنا مجموعة التبريد خلي وديكم تحت الميكرو سبوك هذا الملف اللي كنا نحكي عننا اخوان هذا هو ملف التغذية الخاص بكارت الشاشة فانا عرفنا هذا المسار ما لتجاي على هاي الشيك بوينت وبعدين نطاب على الجي بيو مثل ما نشوفون نحن راح نقوم بفصل هاي الشيك بوينت حتى نفصل البولتية او نفصل التغذية عن معالج الرسومات فنخلي شوية خلي شوية فلوكس فصلنا التغذية عن معالج الرسومات نعم جيد الان نجي نرجع الى وضع البيس كتاب او الهند رجال فان محدها دعنا نجرب تيشتر عامل اخوان دعنا نضع البطارية بهذا الشكل على وجه السرعة لغرض التجربة ونربط فلاش الويندوز نربط الشاحن دعنا نرى سوف نصير نفس المشكلة بها أقلعت من الفلاش نختار ويندوز عشرة مفروف تجمد هنا ومثل ما ترون ما جمدت على الأغلب المشكلة انتهت دعنا نجرب النص بالويندوز نختار ويندوز عشرة ترجمة نانسي قنقر ويندوز نصبنا ويندوز للابتوب مثل ما رأيته دعنا نجرب تعاريف الكارت شاشة طبعا كارت الشاشة اعتقد هو بس الداخلي خلي نصب التعاريف خاصة بكارت الشاشة هذا هارت ديسك البرامج على وجه السرعة نربط الهات دعنا نوقف الانتي فيروس حتى تكون عمليت تنصيب اسرع طبعا راح ألغي كل التعاريف اخوان راح أبقي بس تعاريف الكارت الشاشة كما ترون اصلا تعاريف الكارت شاشة فقط ظهر عندنا الانتل الانتل الاشد دي كرافيكس للخمسمية وعشرين راح نحددها وحدة وبقي التعاريف بعدين نصبها حتى لا يطول ويان الفيديو هاي الأدوات المساعدة ايضا او برامج الدعم راح ألغيها فقط تعاريف الكارت شاشة مثل ما شوفون بقى نعرفه ثم اشوفون جاي تعرف كارت الشاشة معنا او معالج الرسومات اللي هو الانتل الاشد دي كرافيكس انتل الاشد دي كرافيكس خمسمية وعشرين نصب طلعنا على متصاح عليه سوى الى اعادة تشغيل للنظام نقدر ننتزع الهارد مالتنا حاليا يو طبينا على الديفايز مينجر وفتنا على الديفايز مينجر حاليا هنشوف اللي فقط تعريف كارت الشاشة الداخلي هو الظاهر امامكم الاشد دي كرافيكس خمسمية وعشرين وبهذا نكون حلينا مشكلة هذا الجهاز ووفرنا على الزبون ثمن استبدال معالج الرسومات او ثمن عمل ريبولينج لمعالج الرسومات وبالتالي راح تكون كلفتة جدا عالية وقمنا بحل المشكلة بهذه الطريقة السهلة هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم بتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة التفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كامو ياكم سيف قداوي من قناة قداوي تيك في عمال الله